النهاردة شفناها يمكن أنت عشتها عشتها في 2006 ضربة البداية كانت أمام ليبيا في وزن 4-0 النهاردة ضربة البداية 75 ألف متفرج مباراة أكيد كان فيها ضغوط النهاردة ممكن تقول لنا رؤيتك وشرحك لها والأجواء اللي عاشتها اللعيبة النهاردة في المباراة بص هو أول حاجة طبعاً إحنا لازم نشكر طبعاً الرئيس طبعاً رئيس الدولة الرئيس عفتح السيسي طبعاً لأن صراحة هو زي ما يكون قبل كده أتكلم يعني أنه هو يعمل البطولة بالمسؤولين بكلهم أنه ففقت وقته قليل ونطلع بالشكل ده قدام العالم بفتتاح طبعاً رائع إبهار نعم يعني مش عايز أقولك أنا قاعد وأنا بتفرج منبهر يعني منبهر لأنه حضرت افتح كتير ما شفتش بالإبهار ده لازم كل نشكر طبعاً كل المسؤولين طبعاً أكيد كاسي الأمم مختلف عن كل سنتين نعم 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 أكيد البداية بتبقى فيها شوية قلق شوية أن الناس كلها بتبقى منتظروا منتخب مصر أكيد شيء منتخب مصر يمكن فيه لعبة سنظامية جديدة فيه لعبة على مستوى عالي التجانس مش هقول مية في المية بس فيه إيجابيات الإيجابيات اللي حنتكلم فيها أن اللاعبة كلها من أول من أول بداية من حكم نازل يعني صفر كان فيه أن اللاعبة عندها إصرار أن هي عايزة جيبتها طبعاً وده حصل في أول زي ما قلتك في أول ربع ساعة تمام إن اللاعبة كلها عند إيه يمكن الجون جي في دقيقة مثلاً واحد واربعين أو اثنين واربعين بس على وجه اللاعبة كلها كانت إن هما عايزين إن هما يجبوا جون في أول مباراة وزي ما قلت لك البداية بتفرق مع كل منتخب يعني أنت هتلاقي كل المنتخبات الاربعة وعشرون منتخب كل منتخب بيفكر إن هو يحصل على التلاتة بونت ليه؟ تلاتة بونت كلنا بتاخد تلاتة بونت بتديك ثقة أكتر بتديك إيجابيات أكتر بتفكر في الماتش اللي بعده وده اللي يمكن النهاردة منتخب مصر طلع بيه التلاتة بونت اللاعبة كلها النهاردة عايزة تبقى حاية كويسة بتدي ثقة للشعب المصر كله وللجمهور إن إحنا موجودين إحنا عايزين ناخد البطولة بتتلعب على ملعبنا وده حاجة بتحسب للجمهور برضو الثقة اللي عندهم بعد الماتش حتى مع اللاعبة إن التحية اللي بتحصل لللعبة شفت إزاي الشناو نعب الشناو قد مباراة طبعا يعني مش هقول جاء له حاجات كتيرة النهاردة بس هو قد مباراة كويسة أو قوي يمكن في بداية المباراة كان فيه حاجات عادية ودوح بتحصل لأي حارس أو أي لعب بس هو النهاردة قد مباراة كويسة وأتوقع المباراة اللي جاية هو هيقده هيبقى أكتر لإنه أخذ الثقة النهاردة حتة زي ما قلت لك زي ما بتحصل لللاعب هي بتحصل لحياس المرمى سيشال انفراض النهاردة اللي هو في الشوت الأولاني شوت الأولاني دي تعرفك إنه هو مركز حتى بعد الكورتين اللي هم عايين بس هو مركز ودي حاجة بتحصل بله بتحصل بله زميل المعين لإنه هم التلاتة زي ما قلت لك التنافس اللي يكونوا من بعض هو الله هيوصلهم للمكانة اللي هي هتوصل وهتبقى عند الشناوي أو شناوي أحمد أو جنش وزي ما قلت لك في أول اللقاء كاتنات كلها أنا كنت متوقع إنه محمد الشناوي اللي هيلعب يعني عارف إنه محمد الشناوي اللي هيلعب بس زي ما قلت لك الثقعة هتدل كل اللي عيبة هتدل الشناوي وهتدل إذ زميله المباراة الجاي هتباني بشكل أكتر line up ليه توقع جلك إنه محمد الشناوي ليه مش أحمد الشناوي ليه مش جنش والله بص أنا حارس مرمى من اللي أنا بشوفه بيدور قدامي في الفطل اللي حضرتها قبل كده مع كابت الناجي ببقى عندي حتة الإحساس لأنه عايف سياسته بتمشي إزاي أو شغله بيباني إزاي بيتباني في المتشاط التجربية؟ بيتباني مؤشر في المتشاط التجربية بيتباني وبتباني في حتة التعامل في التدريبات بيدوس على مين ما بيدوس على مين بتبقى باينة برضو بتديك أحق إن انت عارفين وأنا كان عندي أكين من حوالي 10 تيام عارف إن محمد شناه هو اللي هلا ده حاجة يعني توقع رؤى